سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء يتجدد من برنامجكم في رحاب الأزهر يا أهلا وسهلا بحضراتكم الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه في مبدأ كل أمر ومنتهى أمر ربنا تبارك وتعالى خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يطهر البيت قال وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود فقد فعل والحمد لله طاف الناس حول البيت الحرام وحج الحجاج وقفوا على جبل عرفات ثم نزلوا إلى مزدلفة ثم ساروا إلى منا فنالوا المنى وأتمم الله تبارك وتعالى شعيرة الحج على خير كل عام أنتم بخير بل أنتم الخير لكل عام وأتم الناس الأضاحي في شتى ربوع جنيا تأسيا بالخليل إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام واقتداء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بهذه السنة المؤكدة هل انتهت الطاعات؟ نحن مقبلون على ختام العام أولا نتحدث عن علامات قبول الطاعة من علامات قبول الطاعة أن ينشرح الصدر وأن يسارع الإنسان إلى الخير وأن يبادر وأن يتنقل العبد من طاعة إلى طاعة بل تطمئن النفس وينشرح الصدر ويذكر الإنسان ربه في ليله وفي نهاره ويجتهد في الخير وكل هذه العلامات تدل على أنه موفق علامات التوفيق أن يتنقل الإنسان من طاعة إلى طاعة وأن يبقى في الطاعات بعد انتهاء الطاعة يفعل الطاعة إخلاصا لا تخلصا بعض الناس يظن أنه بالحج ينتهي العام وتنتهي الأيام ومن حق الناس أن يعيشوا في رغد من العيش إلى أن يأتي رمضان الحقيقة أن الله تعالى امتن على هذه الأمة دون غيرها من الأمم بنفحات كثيرة على مدار العام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها عسى أن يصيب أحدكم منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا أعظم نفحات الخير على مدار العام هي الأيام التي سبقت منذ أيام قليلة وهي أيام العشر الأوائل منذ الحجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها خير أيام الدنيا وبين صلى الله عليه وسلم أن فيها يوم عرفة وهو خير يوم طلعت عليه الشمس لكن إذا انتهت هذه الأيام هل معناه أن الطاعات قد انتهت وأن الهمة قد فترت وأن على الإنسان أن يسكن بنفسه وبطاعته قليلا فيهدأ ويأخذ قصطا من الراحة وزي ما بيقوله في الأمثلة الشعبية سعى الألبك وسعى الربك اختتم المولى تبارك وتعالى بإذن من عندي العام بشهر من الأشهر الحرم شهر ذي الحجة ويبدأ العام بشهر من الأشهر الحرم شهر الله المحرم وفيه تاسعاء وعشراء اليوم الذي نصر الله فيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولما وجد اليهود يصومون قال نحن أولى بموسى منهم يبدأ العام وتأتي أحداث الهجرة والانتقال من الألم إلى الأمل والهجرة من المعصية إلى الطاعة والهجرة من الكسل إلى العمل والهجرة من الخمول إلى الجد والاجتهاد والهجرة من النوم إلى اليقظة والهجرة من اللاهمة إلى الهمة بل زيادة الهمة لإدراك المهمة ثم بعد الهجرة تأتي ذكرى تاسعاء وعشراء وتدور الأيام ويأتي شهر ربيع الأنور والذي فيه ذكرى ميلاد الحبيب صلى الله على حضرته وفيه أحداث كثيرة ومن أحداث الهجرة لأن حضراتكم تعرفوا أن الهجرة لم تكن في شهر الله المحرم أصلا وإنما كانت في شهر ربيع الأنور أو ربيع الأول وإنما التاريخ الهجري كان على يد فاروق الأمة عمر وسنتحدث عن هذا الأمر إن شاء الله في حينه في لقاءة المقبلة حينما نتحدث عن ذكرى الهجرة المباركة تدور الأيام ويأتي شهر ربيع الأنور ثم بعده تدور الأيام بعد ذلك ويأتي رجب مضر الذي هو بين جمادى وشعبان وهو شهر من الأشهر الحرم الأربعة التي عدها القرآن لأنه مر علينا ذي القعدة وذي الحجة وفي شهر الله المحرم المقبل ثم بعد ذلك شهر رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ثم انتقل العبد بعدها إلى شعبان وذكرى تحويل القبلة وشهر سيدنا رسول الله وقت شهر رمضان وفيه عشر ليالي أو ليلة القدر وفيه العشر الأواخر من شهر رمضان والتي كان يستعد له المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام إذن إذا أيقظ العبد عقله وضميره لعلم أن العام يمتلئ بالطاعات وبالخيرات وبالبركات وبالنفحات إلا أن عليه أن يستعد ليستمد وعليه أن يجاهد وأن يستمر في المجاهدة فقد تعلم في ركن الحج الركن الأعظم من أركان الإسلام المجاهدة والمثابرة والصبر وتعلم في مدرسة الصبر في رمضان الصبر والطاعة ومقاومة المعاصي والشياطين والشهوات والشهوهات وهكذا إن على العبد أن يتيقن أننا كما قلنا منذ شهرين أن رب رمضان هو رب شوال ورب الشهور كلها فرب ذي الحجة هو رب المحرم ورب ربيع ورب ربيع الثاني ورب جمال ورب جمال الثاني ورب رجب وشعبان ورمضان وشوال وهكذا والعبادة في وقت الهرق أو في وقت الترك أولى بكثير من العبادة في وقت الاستعداد لجميع الناس للدخول في العبادة والإنسان إذا كان من هؤلاء النفر القليل الذين يعبدون الله تعالى ويذكرونه ليلا ونهارا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلقه فإنه من الصالحين أرجو أن توقف مع قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا يات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هل الذكر يحتاج إلى فصل الصيف أو الشتاء أو ربيع أو الخريف هل الذكر يحتاج إلى شهر رمضان أو شهر ذي القعدة أو شهر ذي الحجة أو شهر المحرم هل الذكر يحتاج إلى وقت معين لا إن الذكر عبادة لا تحتاج إلى جهد كثير فلا يحتاج إلى وضوء ولا يحتاج إلى اتجاه للقبلة ولا يحتاج إلى وقوف وإنما نذكر الله تعالى على أي حال ونشكر الله تعالى على مرور الأزمنة والأمكنة ونشكر المولى تبارك وتعالى على أن أحيانا إلى أن مر بنا العام ومررنا برحلة الحج المباركة وشهدنا يوم عرفة وكنا مع حجاج بيت الله الحرام أسأل المولى تبارك وتعالى أن لا يقطعنا عن بيته ما حين وأن يرزقنا الحج والعمر على الدوام في كل عام بإذن الله تعالى وأن يكتب لنا وللمشتاقين وللسامعين وللمشاهدين حجا مبرورا إلى بيته الحرام ووقوفا على جبل عرفات في كل عام وفي هذا العام المقبل بإذن المولى تبارك وتعالى تمنى على الله وتمنى من الله أن يجعلك من أهل الدوام على الطاعة زي ما قلت لحضرتك أنه من علامات قبول الطاعة انشراح الصدر والانتقال من طاعة إلى طاعة والمسارعة في الخير كلها علامات توفيق إذا رأى الإنسان نفسه قد أصبح راضيا مطمئنا بما فعل لكنه لا يرضى عن نفسه في أنه لا بد أن يستزيد وأن يجاهد وأن يزيد إذا خرج الإنسان منا من عامه وقد حافظ ولو على ركعتين في قيام الليل أو من قيام الليل لكفاه إذا خرج الإنسان وقد حافظ على ورده من القرآن في كل يوم وليلة وصار له جزء من القرآن الكريم يقرأه في كل يوم فيختم القرآن في كل شهر مرة في كل أسبوع مرة في كل عشرة أيام مرة في كل ثلاثة ليالي مرة كلهم يتنفسون أما هؤلاء الذين يهجرون فيا حسرة عليه لماذا تهجر القرآن؟ هل القرآن مواسم؟ بعض الناس يتعلق بالمصحف وبالقرآن في شهر رمضان ثم في العشر الأوائل منذ الحجة ثم ينتهي به الأمر إلى أن يأتي رمضان المقبل يا هاجر القرآن انتبه سيأتي في يوم القيامة ويقول ربنا تبارك وتعالى عن هذا الأمر في سورة الفرقان وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن ماجورا لماذا تكون من هؤلاء؟ انتبه إياك أن تكون من هؤلاء الذين يهجرون القرآن هجرا معنويا لاحسيا الهجر المعنوي أن تترك التدبر والتأمن ولكن عليك أن تقرأ القرآن مهما كان الأمر وعليك أن تسمع إلى القرآن نحن نعلم أن هناك من الناس من يهجر القرآن سماعا وقراءة وتدبرا وتأملا فيلهو ويلعب في هذه الحياة الدنيا التي شبهها ربنا وصورها في القرآن له ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما لا تهجر القرآن لا في رمضان ولا في شوال ولا في محرم ولا في ربيع ولا في جمادة ولا في أي شهر من الشهور اجعل لك مع القرآن وردا فهذا من أهم ومن أعظم علامات قبول الطاعة أن يتعلق القلب واللسان والفؤاد والعقل بالقرآن الكريم والأذن تتعلق جميع الجوارح بالقرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون إذن القرآن أعظم وأفضل أنواع الذكر وفي قراءة القرآن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها والله يضائف لمن يشاء والنظر في المصحف عبادة ولا تفارق المسبحة ولا تفارق الأداة التي تذكرك بالطاعة السبحة الإلكترونية المسبحة بتاعتك السبحة 100 السبحة 33 أي حاجة المهم تذكر الذكر قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة هو الذي يصلي عليكم وملائكته يكفيك أن تعلم أن من ذكر ذكر لأنك إذا ذكرت الله تعالى في نفسك ذكرك في نفسه وإذا ذكرته في ملائن ذكرك سبحانه في ملائن خير منه والذي أرشدنا وعلمنا وأمرنا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ثم بيّن يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إننا نحتاج إلى صبر كثير من هذا المعنى الذي جاء في الآية المباركة ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين أفرغ علينا صبرا أي أنزل علينا صبرا كثيرا نصبر به على الشهوات والشبهات ونصبر به على تعب الحياة والكبد الذي نراه في هذه الحياة الجنية ونصبر به على أنفسنا أنني أتذكر كلام الإمام أتوقف أمه كثيرا حينما يقول أعني علي فإني عدوي وأنت عليم بكل الخطايا إني عدوي كيف هذا كيف يكون الإنسان عدوا لنفسه نعم إذا صمم الإنسان على الخروج من الطاعة إلى المعصية وغره وغواه الشيطان وأغواه وأقذه إلى منطقة التحكم في النفس وخرج إلى نفسه الأمارة فتعالت هذه النفس في جسده فأصبحت فاجرة لأن الله تعالى قال ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها إذا لم يستطع السيطرة على نفسه وإحكام النفس والتحكم في النفس بالطاعات وبالتنقل من طاعة إلى طاعة فإن عليه أن يتوقف وأن يصحب الصالحين ومن علامات قبول الطاعة أيضا مصاحبة الصالحين الصحبة الصالحة لأن في سورة الكهف جاءت قصة أصحاب الكهف هؤلاء الشباب الذين فروا بدينهم وكانت فتنتهم في الدين كان قارب النجاة لهم الصحبة الصالحة لأنهم تشابكوا وكانوا على قلب رجل واحد تعلموا الشورى في أمور حياتهم وتعلموا النجاح ووفقوا إلى أن يكونوا في صحبة صالحة موفقة مع الله سبحانه وتعالى وكانت هذه الصحبة هي الملاذ الآمن للخروج من الفتنة في وقت الفرار بالدين من الحصار ومن المحاصر سادتنا الكرام خرجنا من رحلة الحج ومن موسم الحج ويجب علينا أن نتوقف مع فلسفة الحج لأن الحج يشبه إلى حد كبير مشاهد كثيرة من مشاهد القيامة في ملابس الإحرام في اغتسال الإنسان في خروجه من بيته ومن وطنه ومن أرضه والسفر إلى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة وإلى زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف في السعي بين الصفة والمروى في الخروج على أرض عرفة في النفرة إلى مزدلفة في الخروج إلى أرض ميناء في رجم الشيطان في طواف الإفاضة في طواف الوداع كل هذه الأشياء تعلم الإنسان أو تعطي للإنسان بعض ملامح القيامة فلنستفيد من هذه الطاعات ولنغتنم ونتعلم ويجب علينا أن لا يمر علينا أمر حتى وإن كان به ألم إلا أن نصنع منه الأمل ويجب علينا أن لا نمر بأي محنة إلا ونخرج منها بمنحة فنجدد ونغير ونطور ونتعلم ونحاول أن نكون في ركاب الصالح وفي كل أمر نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة الأيام تمر على الإنسان كنا صغار وأصبحنا كبار وفي يوم من الأيام سنكون شيوخ ويأتي اليوم وتأتي الساعة التي نترك فيها هذه الدنيا ونكون مجرد ذكرى صغر تعلق على الحواء فاستعد قال الله تعالى إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم أين الأثر الإنسان من بين السيرة والمسيرة والسريرة يجب أن يحصر نفسه في منتصف هذا المسلس وأن يكون في منتصف الدائرة يركز على المسيرة التي تنقي في أوقاتها السريرة والتي تترك آثرا طيبا بالسيرة فيخرج من الدنيا وله أثر في هذه الحياة ويجد من يدعون له ومن يهلجون بالدعاء له وإذا ذكر بين الناس ذكر بالخير واستغفر له الناس وترحم عليه الناس بدلا من أن يكون من هؤلاء الذين إذا انتقلوا من الحياة قال الناس مستراح منه وليس مستريح فانتبه الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا مرور الأيام على مدار العام وختام العام يذكرني بالأمم السابقة قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس اسمع وافهم وتعلم وليعلم الله الذين آمن ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين إذن كل إنسان مننا يسير في طريقه إلى ربه والسير في الطريق إلى الله يحتاج إلى أن يتعلم الإنسان ويبحث عن علامات قبول الطاع كثير من الناس في ليالي القدر يضيع أوقات كثيرة في تصوير الشمس وفي تصوير القمر وفي البحث هل كانت ليلة القدر في الحادي والعشرين أم في الثالث أم في الخامس أم في السابع أم في التاسع والعشرين من رمضان ولم تنشغل؟ كانت مثل ما كانت المهم بما خرجت من رمضان وهل تستطيع أن تتوقف مع ليلة أو لحظات ثم بعد ذلك تعود إلى بشريتك العادية أو كما قال الإمام الغزالي إلى نتن الطين؟ لا إنما نريد أن نرتقي بالأرواح نخرج من الحج ومن هذا العام المبارك بالتربية الروحية التي تعلمناها من أشياخنا ومن علمائنا تربية الروحية التي تنقي السريرة والتي ترب الروح والتي تعلم الإنسان كيف يسير إلى الله سبحانه وتعالى وكيف يتنقل من طاعة إلى طاعة وكيف يتعلم انشراح الصدر ومجاهدة النفس والإكثار من الطاعات والصدقات والذكر والشكر والاستغفار وصلاة النوافل والإكثار من الأشياء البسيطة التي تفتح للإنسان أبواب الجن نتوقف مع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمدي في اليوم مائة مرة غفرت له خطياء وإن كانت مثل زبد البحر بالله عليك هل هذا الأمر أمر ثقيل سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم مائة مرة أعلم وأعرف من الذاكرين من يذكر الله تعالى في اليوم الواحد بالآلاف من العدد وقلنا مرارا أن الذكر ليس بالعدد وإنما الذكر بالمدد لكن المدد لا بد له من عدد لأن العدد هو الذي يأخذ الإنسان إلى المدد من الله سبحانه وتعالى فيستمد ليستعد لما يستعد يستعد إلى مقابلة الله وإلى لقاء الله وإلى دخول القبر هل هذا الكلام يخرج من فم إنسان صالح مثالي لا والله أنا عبد المذنب فقير أقول ما قاله الإمام الشفعي وإني أشتكي لله مني فياربي ويا سندي أعني أجرني من هوى نفسي فإني أتوب إليك من طبع التمني ولي طمع بعفو منك عني ومغفرة تجاوز حسن ظني لكن أدعو الله تعالى الثبات كما كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل يوم ينظر إلى السماء ويقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك سأل الله تعالى أن يثبتنا على الطاعة وأن يثبتنا على الدين وأن يثبتنا على الصراط المستقيم في صحبة الصالحين وأن يحشرنا في زمرة النبيين والصدقين والشهداء والصالحين إذا كنت تريد أن تحصل على رفقة الأنبياء وصحبة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم فأكثر من الصلاة والسلام عليه كنت أذكركم في بداية العام أن نبدأ العام بالصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ويجب أيضا أن نختم العام بالصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله وأن نكثر الصلاة والسلام عليه لتكفى الهموم وتغفى الذنوب لتزيد الأرزاق ويعيش الإنسان في هدوء وثبات ويستمتع بهذه الحياة كل المتعة في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي ذكر الله تعالى فمن كثرت أذكاره كثرت أنواره ومن كثرت أنواره صفت أسراره ومن صفت أسراره كان في حضرة الله قراره والذكر منشور الولاية ويجب على كل إنسان منه أن يذكر الله تعالى لأن الذكر حياة القلوب حياة القلوب والله يحيى القلب بالذكر ألم ترى أن الله تعالى قال في سورة الرعد وهذه الآية جاءت في سورة الرعد خصيصا في الرعد لم تأتي في غافر ولا في فاطر ولا في فصلة ولا في البقرة ولا في الأنعام ولا في الأنفال ولم تأتي في سورة الرحمات أو في سورة من سور الأنبياء التي سميت بأسماء الأنبياء ولا حتى في سورة الأنبياء ولا في سورة النور وإنما جاءت في سورة الرعد والرعد مخيف لأنه صوت مرعب يطرق في السماء فتخاف الأنفس والقلوب جاء في منتصف السورة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وهذا من التفسير الإشاري أن تأتي هذه الآية في منتصف هذه السورة لتطمئن القلوب بأن ذكر الله تعالى هو الذي يطمئن الإنسان حتى من الرعد ومن البرق ومن كل خوف الذكر هو الذي يجعل الإنسان في طمأنينة وسكينة الذاكر الذي أدمن الذكر يعيش في سعادة بالغة ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف ولكن على الإنسان أن يعول اللسان والقلب والجنان والروح على الذكر فإذا كان ذكر العوامي باللسان فذكر الخواص بالقلب والجنان وذكر الخواص بالروح والسر نخرج من عامنا هذا ونتمنى من الله أن نكون من المقبولين في طاعتنا التي قدمناها بعد معاصي كثيرة اقترفناها وقعنا فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الصديق وقال له حينما طلب منه أن يتعلم دعاء يدعو به في صلاته قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم طلب المغفرة وطلب الرحمة جاءت بالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه بأنه هو الغفور الرحيم هو كذلك سبحانه وتعالى لطيف بعباده ودود رحيم يرحمنا ويسترنا ونحن في معصية فما بالنا إذا تنقلنا من طاعة إلى طاعة ما بال الناس يعيشون في الطاعة فيفرحون أهل الله هم الذين يفعلون ذلك يقضمون الغيضة ويعفون عن الناس ويسترون أصحاب المعاصي لأنه من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن وقف إلى جوار مسلم وقف الله إلى جواره والله في عون العبد كن دائما في عون الناس انتقل من طاعة إلى طاعة لا تجعل الصدقة والعطاء والإنفاق لشهر رمضان أو لأيام ذي الحجة فإذا انتهت انتهينا لا عش مع الإطعام على مدار العام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا والشيء الجميل هو النادر الذي يأتي في وقته هؤلاء الذين يخرجون لإطعام الناس في وقت انشغال الجميع أجرهم أفضل بكثير من هؤلاء الذين يتنافسون في وقت التنافس في رمضان نرى الإطعام في الطرقات وفي الشوارع وعلى الموائد وفي جميع الأماكن وفي المساجد وموائد الرحمن فإذا انتهى رمضان لنرى موائد الإطعام لما؟ لما؟ هل امتلأت بطون الناس؟ إن رب رمضان هو رب الشهور ويجب علينا أن نطعم الطعام على مدار العام ولو بلقمة ولو بتمرة ولو بشربة ماء إنما نتنافس ونستمر ودائما الشيء المستمر ولو كان قليلا أفضل من الشيء الكثير الذي ينقطع هكذا الطاعة استمر في الطاعة ولو بطاعة بسيطة قليلة واجبر بخاطر الناس واسعى بين الناس لقضاء حوائج الناس فخير الناس ينفعهم للناس وأفضل العباد هو من يقضي حوائج الناس ومن يصطفيه الله تعالى لقضاء حوائج الناس على يديه فكن من هؤلاء الذين يحاولون أن يجاهدوا أنفسهم في قضاء حوائج الناس وأن يستقطعوا من أوقاتهم بل ومن أموالهم في قضاء حوائج الناس إن استطعت لذلك سبيلا وكن مع هؤلاء الذين يصلون الفجر في جماعة لا تهجروا صلاة الفجر فإنني أتألم كثيرا وقت أن أرى الناس يملؤون الدنيا والمساجد في صلاة الفجر في بداية شهر رمضان وتأتي العشر الأواخر فتتزايد الأعداد فإذا منتهى رمضان عاد الأمر إلى عادته القديمة وأصبحت المساجد خاوية من المصلين لا سيما خصوصا من الشباب أيها الشباب إن صلاة الفجر تحتاج إليكم فأنتم عماد الأمة وأنتم حملت مشاعر النور وأنتم الغد المشرق وإن هذه الأمة تعتمد على الله ثم على أكتافكم وأقولكم وأفكاركم فتقدموا إلى الأمام وتقدموا الصفوف في صلاة الفجر وفي صلاة الجمعة واسعوا إلى صلاة الجمعة مبكرا قبل صعود الإمام واسمعوا لخطبة الإمام واستمروا في التنقل إلى الطاعات ثم بعد ذلك خرجوا إلى الدنيا واسعوا في الأرض وسألوا الله تعالى من رزقه وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أيها الناس هذه التذكرة لا أرى فيها نفسي أنني رجل صالح وإنما أرى أنني أحاول أن أقدم النصيح لأئمة المسلمين وعامتهم وأطلب النصح وأطلب من الله المدد وأن يرزقني الصحبة الصالحة وأن يأخذني مني إليه أخذ الكرام علي وأكرر ما قاله الإمام يا خالق الروح إن الروح متعبة فمن إلهي على المكلوم بالفرج اللهم اجعله عام خير وبركة على الأمة الإسلامية وعلى سائر الدنيا وافتح لنا أبواب الرزق وأبواب الخير واكتب لنا والسامعين والمشتاقين والمشاهدين حجا مبرورا إلى بيتك الحرام ولا تقطعنا عن زيارة نبيك ما حينا ولا تقطع القرآن من قلوبنا ولا من بيوتنا واجعله ميراثا لنا في أولادنا من بعدنا واختم لنا منك بقاتمة السعادة أجمعين يا مولانا يا مجيب من يرجوك لا يخيب تشفعنا بالحبيب اقضي حاجتنا قريب اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالما لا يعلم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كل عام وحضراتكم جميعا بكل الخير من أراد أن يترك في الناس علامة فليقابلهم وعلى وجه ابتسامة وحي حضراتكم وأذكركم بالمتابعة على صفحة الفقير إلى الله على الفيسبوك صفحة الشيخ محمود الأبيلي تابعونا بأسئلتكم واستفساراتكم وتوجيهاتكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والصواب والسدادة والتوفيق والعون والمدد وأقول لحضراتكم في أمان الله